مساء الجمال مليون مبروك لليفربول المباراة الثانية في بطولة الأبطال الأوروبية الشام بزليجي الأوروبي 2-0 ميتلاند فريق الدنماركي الهدف الثاني جميل محمد صلاح الواحد بيبقى سعيد جدا بقى هدف محمد صلاح طبعا قبل ضربة جزاء التحرك الرائع توقيت الجميل أكبر أرنلد أبو صلاح التحرك بتاعه أكبر أرنلد لما رفع عينه أرنلد شاف صلاح لعبها له تحرك تمام في توقيت تمام لبس المدافع ضربة جزاء ولعبها بالطرق المعتادة بتاعته بوش رجله كنبلة هدف جميل في وقت قاتل انتهى المباراة لكن كلوب عليه علامة استفهام أولا طب طالما شكل البودلة طالما شكل البودلاء البديل اللي عندك الجاهز عندك مش جاهز بصراحة يعني لقدر الله صلاح لو جات له أصابة كبيرة أو مانيه جات له أصابة كبيرة أو فرمينيو جات له أصابة كبيرة زي بانضايك بانضايك لما جات له أصابة أنت رجعت فابينو وراء فأنت عندك أخطاء فين أصلا أنت تغيير البودلة دول يعني أوريجي ده بقى له ثلاث سنين معاك زي ما هو كده مستوى ما بيزيتش أنت كمان ما بتستخدموش كتير طب ما تغيره وجيب واحد ينشط المسائل عندك اسمه إيه ده مينامينو طب أنتو جايبينو أنتو نادي بطولات نادي ليفربول جايبينو عشان تسويق اليابان يعني عشان المطشط بتاعتكو تشتافي اليابان طب ما هو يعني بعيد قوي عن مستوى ليفربول يعني لما تجي تعمل روتيشن كمان روتيشن مش في أول الموسم روتيشن مش في أول البطولة أنت بتلعب المجموعات الدوري الأوروبي بطولة أوروبا الشاموزيجي الأوروبي بتلعب مجموعات بتلعب ضد 3 فرق مباريتين يعني بتلعب 6 مطشاط 6 مطشاط أنت محتاج في الست مطشاط دول أنك تبقى على القمة وبعد كده أعمل روتيشن براحتك أنت مطشين النهاردة دقيقة تسعين بالزبط الراجل رقص المدافع المهاجم متلاند وشلها من فوق إليسون والحظ أنها جات في المقص بس إيه شبر واحد شبر كانت دخل أجول بقى واحد واحد هدف صلاح جيه في الدقيقة التانية في الوقت الضايع فالمقص كان هيخلص واحد واحد بالكرة دي حظ كبير لليفربول الراجل رقص وعدة إليسون حارس ليفربول بيطلع عليه شلها الراجل بدل ما تروح في المقص كده راحت جنب المقص فيها توفيق كبير كان واحد واحد ولعلمك أنت خدت 6 بنت في المجموعة وعندك مشكلة كبيرة أطلنطا مش فرقة قليلة ولا آيكس فرقة قليلة هيبقوا مقربين منك هزيمة واحدة باستهتار هزيمة واحدة تخلي الاتنين ديروا قربوا منك وممكن تطلع من المجموعات في الروتيشن بيحصل إمتى في الأواخر ابدأ بالتشكيل الأساسي النهاردة واكسب في الشوط الأولاني بالضغط بالفرقة الأساسية الشوط الأولاني جيب هدفين ثلاثة وريح ريح مانيم ريح صلاح دي نقطة النقطة التانية لما نزل أنا مانيم وصلاح فاضل نص ساعة على فكرة منه وصلاح كانوا بيغيروا وينزلوا كان سفر سفر وهم بيغيروا كده جي الهدف كرة الوحيدة دي تلعبت تقريبا طول سبعين دقيقة على المرمى كرة الوحيدة ليفربول ملعبش كرة عجو لما ينزل بقى منه وصلاح وصفر سفر نص ساعة هبقى فيه صربعة ممكن تخسرهم ممكن يتعوروا ممكن يتعوروا فأنا ما عرفش الروتيشن انت عامله بدر قوي تغييرات بدر قوي خصوصا ان الفريق ليفربول لسه مأسس القوام لسه مش بقوته دايما الفرق في الدوريات لما بتبدأ بتاخد خمس ست ماتشات عبال ما تجمع اللياقة الجمعية الفتنس التحمل القوة السقة انما ما تجيش الدوري ما بقلوش اربع ماتشات ولا خمس ماتشات وتعمل روتيشن ابدأ بالاساسيين واطلق بعد كده تريح لان فيه ظروف في الماتش ممكن ما تستخدمش الاحتياطي ممكن فيه ظروف في الماتش تحصل ما تخليكش تستخدم الاحتياطي بتاعك للاصابات فبينه تصاب وده تصاب فبقيت محكوم انك انت تنزل لعيبة معينة انا خايف على الفربول من اللي جاي بصراحة خصوصا ان ماتشات الدوري الانجليزي كل مفيش ماتش سهل فانا يعني مفيش بدائل واحد زي شاكيري يعني انت لعبت النهار ده باربعة اللي قدام المهاجم والتلاتة اللي تحته ابتدت بدول احتياطي ما بلعبوش جوتا وشاكيري ومينامينو وقوريجي اللي اربعة اللي اربعة اللي اربعة دول ما بلعبوش انا رأيي انت ظالم شاكيري شفت شاكيري الهدف الاولاني عمله ازاي لارنورد الكورة شاكيري لما بيمسكه الكورة تحت رجله كده بقى عنده قرار لعب عنده ثقف نفسه في لعيبة وهي معها الكورة كده انا ببقى عارف عايز ايه هتحرق له لان هيلعبها لي ببقى فاهم هو عايز ايه وفي لعبة هو بتجري بالكورة كده انا مش فاهمه هو عايز ايه مينامينو قوريجي جوتا جوتا او عمال يسجل المطش ده سجل وفي المطش اللي فات سجل بس انا من رأي برضو مش مستوى لفربول يعني جوتا ووريجي ومينامينو لعبة مش في قيمة لفربول خلي بالك اللاعب الكورة قدرات لعب الكورة هو قدرة في واحد يلعب في الاندية الكبيرة القمة وفي واحد تاني استايلو يلعبه ست سبعة سنين ما تحسش به في اندية الوسط اهو بيلعب وشغال وخلاص لكن اللاعب اللي يلعب في الاندية الكبيرة قوي لعب اللي عندها قدرات اللي عندها الحلول لما تنسك الكورة كده تحس ان لها شخصية الواحد في الاربعة دول هو شاكيري وشاكيري الراجل كلوب ضربه بالنار شاكيري ما بيعترفش بيه وانا من رأي والله شاكيري لو طبعا هو بيلعب دلوقتي متبهدل ما فيش لياقة وفتنس وضايع خالص مش قادر ياخد نفسه لانه ما بيلعبش خالص يا شاكيري لو تبدأ بيه ماتشات وتغيره بعد كده ما فيش مشكلة هو ده اللي عنده الحلول وليه نظرات ويعمل لصلاح ويعمل لماني هتخدم فرقتك في حاجات كده كلوب مش عامل بديل للنجوم اللي عنده صلاح لا قدر الله لو تصاب او ماني لو تصاب فرقة الفربول هتحس انها فرقة زي اي فرقة للأسف الشديد اتمنى التوفيق يا رب والنجاح للفربول الايام اللي جاية وكلوب يقدر يستوعب اللي جاي لان اللي جاي خطر جدا على الفربول واعمل لايك البقى للفيديو عشان الفيديو ينتشر عشان نفضل عطول مع بعض واعمل الشراكة للقناة لو ما كنتش اشتركت شكرا